خلاف شخصي يتحول إلى فاجعة إنسانية سقط فيها عشرون شخصا غالبيتهم نساء وأطفال في منطقة جبله شمالي محافظة بابل قوة من نسوات قادمة من بغداد ومدججتهم بالسلاح حاصرت منزل المواطن رحيم الغريري وأطلقت وابلا من الرصاص والقذائف الصاروخية على منزله بدعوى إيوائه إرهابيين اثنين فيما تحدثت رواية حكومية بأن مداهمة منزل الضحية جاءت وفق معلومات تفيد بأن الغريري تاجر مخدرات قبل أن ينجلي غبار المجزرة لتكشف الحقيقة على لسان شقيقته التي نفت الروايات الحكومية التي تدعي قتل شقيقها لأولاده مؤكدة أن شقيقها لم يكن مطلوبا أمنيا بل إن صهره هو من قتله مستغلا منصبه بصفته ضابطا في القوات الأمنية وقبل وقوع هذه المذبحة يؤكد ذوو الضحية رحيم الغريري أن قوة أمنية قادمة من بغداد طوقت منزله محاولة استحاب أخته زوجة الضابط شهاب بالقوة إلا أن الغريري رفض تسليمها ليعود الجاني ويرسل مرة أخرى قوة من بغداد حيث حاصرت الأخيرة منزله منذ الظهيرة وحتى المساء قبل أن ترتكب المجزرة ضد الغريري وعائلته ليتضح بعد وقوع المجزرة خلو منزله من أي مطلوبين للقضاء وزارة الداخلية الحالية بدورها اكتفت بالقول إنها فتحت تحقيقا بشأن ملابسات المجزرة وسط تضارب الروايات بشأن ما عده مراقبون مجزرة ضد مدنيين بعد أن أظهرت لقطات مصورة تناثر الجثث بين الأنقاض وهو ما يرجح أن تكون قوات سوات قد قصفت المنزل بالصواريخ بينما اعترف محافظ بابل الحالي حسن منديل بأن عائلة الغريري قتلت بطريقة لا يمكن البوح بها بشكل صريح مجزرة منطقة جبلة في بابل ليست الأولى من نوعها ترتكب خارج إطار القانون في ظل ضعف دور القضاء والحكومة في العراق يقابله استخدام المنصب لتصفية الحسابات الشخصية حيث ستعقبها مجازر عديدة ومرجح استمرار هذه المذابح ما دام العراق في قبضة الميليشيات وليس في عهدة الدولة الحقيقية